في الآية الخامسة بعد المئة من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذه عاقبة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله هذه النبوة الخاتمة هذه الديانة الخاتمة فلابد أن تكون الوراثة وفقا لنبوته وفقا لبعثته وفقا لبرنامجه وفقا لمشروعه صلى الله عليه وآله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ماذا نقرأ في حديث العترة وهذا هو المجلد الخامس من تفسير البرهان جامع الأحاديث التفسيرية الطبعة هي هي التي أشرت إليها صفحة 257 إنه الحديث الرابع عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ينقله عن تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي رحمة الله عليه عن عيسى بن داود عن أبي الحسني موسى بن جعفر في قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ماذا قال إمامنا الكاظم قال آل محمد الصالحون هنا آل محمد قال آل محمد ومن تابعهم على منهاجهم والأرض التي يرثونها والأرض أرض الجنة إنها جنة الدنيا إنها دولة محمد صلى الله عليه وآله والأرض أرض الجنة إنها جنة الدنيا فتلك الجنة في الآخرة لا يعبر عنها بهذا التعبير وإذا ما عبر عنها بهذا التعبير فهو تعبير مجازي بينما لسان الآية يتحدث عن هذه الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض الأرض التي نحن عليها يرثها عبادي الصالحون جنة الآخرة إنما تكون بعد تبدل السماوات والأرض حين أقول إنما تكون لا أتحدث عن وجودها هي موجودة وإنما إنما تكون للناس الذين يذهبون إلى الجنان أو الذين يذهبون إلى النيران قوانينها تختلف وتكوينها يختلف عن عالمنا الأرض والتراب الآية صريحة في أرضنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من هم الصالحون آل محمد ومن تابعهم على منهاجهم والأرض التي يرثونها والأرض أرض الجنة وهناك روايات عديدة في معنى الأرض التي يرثها العباد الصالحون عن إمامنا الباقر قال هم أصحاب المهدي في آخر الزمان وروايات عديدة بهذا المضمون الأرض أرض الجنة وتلك الجنة هي الدولة المحمدية العظمى سأقرأ عليكم لا أدري في حلقة يوم غاد أو بعدها بحسب ما يصنح به المقام سأقرأ عليكم جانبا من الأحاديث التي تخبرنا عن أن بعضا من الجنان التي ذكرت في القرآن ستكون في دولة نبينا العظمى هناك جنان ذكرت في القرآن تحدث القرآن عنها بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب أو بحسب تفسير مراجع الشيعة هذا التفسير الأخبار بحسب تفسير علي وآل علي هناك جنات ذكرت في القرآن هذه الجنات ستظهر للناس على أرضنا هذه في زمان دولة محمد الخاتمة صلى الله عليه وآله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سيد صالحين محمد وهذه الأرض كما قال موسى بن جعفر هذه الأرض أرض الجنة إنها جنة محمد في الدنيا صلى الله عليه وآله تلك هي نبوة نبينا وتلك هي بعثته وتلك هي رسالته وَأُلْفِتُ وَأُلْفِتُ وَأُنْظَارَكُمْ من أن هذه الآية هي الآية الخامسة بعد المئة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من سورة الأنبياء الآية التي بعدها وهي الآية السادسة بعد المئة بعد البسملة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الآية التي بعدها وهي الآية السابعة بعد المئة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ومر الحديث في حلقة يوم أمس في أجواء هذه الآية من أن الدولة المحمدية العظمى ليست خاصة ببني البشر ولا بالجن والإنس إنها لكل العالمين حيث تفتح أبواب عوالم الغيب على أبواب عوالم الشهادة ولذا السياق هو السياق وهذه الحكمة من بعثة نبينا وأن تكون خاتمة هذا المراد من البعثة الخاتمة حين يقول صلى الله عليه وآله أنا والساعة كهاتين متى فإن يوم القيامة يكون بعد انتهاء عصر الدولة المحمدية هذا هو معنى قوله هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وآله أنا والساعة كهاتين يشير إلى قرب يوم القيامة من زمان نبوته وبعثته إنه يتحدث عن زمان بعثته الحقيقية لا يتحدث عن المقدمة زمان بعثته الحقيقية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين متى يكون في آخر عصر الرجعة العظيمة حينما تكون الدولة المحمدية العظمى هذه هي عقائد مرحلة التأويل مراجع الشيعة من سوء توفيقهم بقوا على مرحلة التنزيل على منهج السقيفة على منهج أعداء فاطمة ألا تلاحظون أنهم يحاولون قدر الإمكان أن يبرئ السقيفة من دم فاطمة هذه قضية تلبست في عقولهم بسبب أن الثقافة التي يحملونها وضعت في قوالب الفكر الناصبي وإن خلطوا ما خلطوا بها من حديث العترة الطاهرة وهم لم يذهبوا إلى الذي يريده محمد وآل محمد من حديثهم وإنما ذهبوا إلى جوانب من حديثهم صلوات الله عليهم تتفق مع ثقافة الناصبية أعتقد أعتقد الصورة صارت أكثر وضوحا من أن الاعتقاد بالرجعة يرتبط ارتباطا وثيقا باعتقادنا بنبوة نبينا الذي لا يعتقد بالرجعة بهذا الفهم وإنما يعتقد بالرجعة بحسب ما يقوله مراجع الشيعة الذين يعتقدون بالرجعة وإلا البقية ينكرون الموضوع من أصله الذين يعتقدون بالرجعة يعتقدون برجوع بعض الأموات وعقيدة الرجعة لا علاقة لها بهذا الموضوع هذا أمر في حاشية عقيدة الرجعة هذه الرجعة العظيمة التي تتحدث عنها الزيارة الجامعة الكبيرة وسائر الزيارات يعني مجموعة مثلي أو مثلكم مجموعة منها الشيعة سرابيت يمكن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه يمن عليهم ويرجعهم هي هذه الرجعة شو نوع الخرط هي هذه الرجعة أنا وأنتم مجموعة من سرابيت الشيعة ونرجع يرجعنا الإمام الحج وهي هذه الرجعة هذه الحكمة من بعثة محمد صلى الله عليه وآله هذه الرجعة تتحقق لكنها على الحاشية الرجعة الرجعة جوهرها دولة محمد صلى الله عليه وآله الدولة العظمى التي هي جنة الدنيا مثل ما قرأت عليكم قبل قليل ما قاله إمامنا الكاظم بخصوص هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إنها أرض الجنة إنها جنة محمد صلى الله عليه وآله في دولته العظمى في سورة التوبة الآية الثالثة والثلاثة ويمكنني أن أقول من أن الآية هذه هي أم كل الآيات المتقدمة فيما يرتبط بموضوع بعثة نبينا صلى الله عليه وآله من جهة التفصيل في القول من هذه الجهة ولذا تكررت هذه الآية في كثير من ألفاظها في عدة مواضع من الكتاب الكريم الآية الثالثة والثلاثون من سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه اللام ماذا يقال عنها في الأدب العربي في النحو العربي في اللغة العربية في البلاغة العربية ماذا يقولون عن هذه اللام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هذه اللام هي لام التعليل ولام التعليل إذا ما دخلت على الفعل المضارع فإن الفعل المضارع سينصب ليظهره لام التعليل التي تنصب الفعل المضارع تعطي معنى التعليل المرات من أن ما بعدها سيكون علة لما قبلها سيكون هدفا الهدف النهائي الهدف الحقيقي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لماذا ما هي العلة ما هي الحكمة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الهدف هنا هل تحقق هذا الهدف ولذا في الروايات من أن الآية هذه ما جاء تأويلها ما جاء تأويلها ما جاء معناها الحقيقي وهذه دلالة واضحة على أن التأويل هو المعنى الحقيقي ما جاء تأويلها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ما قال على الدين على الدين كله على الدين كله حتى الحيوانات عندها دين تستغربون من ذلك القرآن يحدثنا ما الذي أقول سأحدثكم بحسب آيات الكتاب الكريم من أن الحيوانات لها دين الملائكة لها دين الشياطين لها دين الجان بكل أصنافهم لهم دين لا شأن لنا بأن ذلك الدين على حق على باطل الجميع عندهم أديان الأمم والحضارات الأخرى في المجرات السماوية الهائلة الروايات أخبرتنا عن تلك الأمم وعن أنهم يدينون بدين حتى الذي يقول من أنني لا ديني دينه هو هذا عقيدته هي هذه لا يستطيع الإنسان لا يستطيع المخلوق من دون أن يكون له توجه هذا التوجه هو الذي يحركه التوجه هو الهاجس النفسي بغض النظر عن نوع ذلك الهاجس هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على كل الأديان لكل الأمم وما أرسلناك إلا رحمة للعالم كل الأديان في كل العالم لم يتحقق من ذلك شيء أبدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآية الثالثة والثلاثون من سورة التوبة في سورة الفتح الآية الثامنة والعشرون بعد البسملة من سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الألفاظ هي الألفاظ الإختلاف في آخر الآية ولو كره المشركون وكفى بالله شهيداه هناك في سورة التوبة في الآية الثالثة والثلاثين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هنا في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد الآية هي هي إنها الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الآية هي هي المضامين هي هي لذلك قلت قبل قليل من أنني أعتقد أن الآية هذه هي أم الآيات في هذا الموضوع بلحاظ التفصيل وإلا فإن الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تحدثنا عن السعة المطلقة لرسالته صلى الله عليه وآله لكن التفاصيل جاءت بنحو أكثر وأوسع في هذه الآية التي كرر الثلاثة فهي الآية الثالثة والثلاثون في سورة التوبة وهي الثامنة والعشرون بعد البسملة في سورة الفتح وهي التاسعة بعد البسملة في سورة الصف في الجزء الثالث من تفسير البرهان جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه نفس الطبعة المتقدمة الذكر صفحة أربعمائة وسبعة الحديث الأول في ذيل الآية الثالثة والثلاثين من سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحديث الأول ينقله السيد هاشم البحراني عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدق الرواية بسندها عن أبي بصير عن إمامنا الصادق في خصوص هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ماذا قال إمامنا الصادق والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم بداية تأويلها هناك أما تأويلها الأعظم 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 عند دولة نبينا صلى الله عليه وآله التأويل الأعظم لهذه الآية عند ظهور إمام زماننا أما التأويل الأعظم 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 فذلك عند الدولة المحمدية هكذا قال إمامنا الصادق والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم صلوات الله وسلامه عليه هذا ما جاء في الجزء الثالث من تفسير البرهان في الجزء السابع في الجزء السابع في ذيل نفس الآية التي وردت في سورة الصف وهي الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى الرواية عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر ماذا قال قال يظهره الله عز وجل يظهر ماذا يظهر دين محمد ما هي الآية هكذا تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ماذا يقول باقر العلوم قال يظهره الله عز وجل في الرجعة وهذا المعنى واضح وصريح جدا أقرأ عليكم صفحة 529 من الجزء السابع من تفسير البرهان وهذه الرواية ينقلها سيد هاشم البحراني عن كتابي مختصر بصائر الدرجات هذا بصائر الدرجات ليس هو الذي لشيخنا أبي جعفر الصفار محمد بن الحسن هذا لسعد بن عبد الله الأشعري وقد اختصره حسن بن سليمان الحلي فهو في الأصل كتاب لسعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي حدثتكم عنه في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان وثيقة الإمامة وثيقة سعد الأشعري يمكنكم أن تعودوا إلى تفاصيل ذلك في برنامج الأمان الأمان وقد حدثتكم أيضا عن سعد الأشعري حينما حدثتكم عن المنهج القمي حينما حدثتكم عن المسلك القمي حينما حدثتكم عن الطريق القمي عن المعرفة القمية لا أتحدث عن جغرافيا ولا أتحدث عن سياسة إنني أتحدث عن منهج فكري هو منهج محمد وآل محمد تحدثت عن هذا الموضوع يمكنكم أن تعودوا إليه في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان وهناك أيضا تحدثت عن سعد ابن عبد الله الأشعري فهو من رموز هذا المنهج عن جابر ابن يزيد الجعفي عن باقر العلوم وجابر له حكاية مع الرجعة لا أدري هل سأجد وقتا أتحدث عن جابر في هذه الحلقة أو ربما في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى عن جابر ابن يزيد عن باقر العلوم في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال يظهره الله عز وجل في الرجعة الآية واضحة إنها تتحدث عن نبوة نبينا عن رسالة نبينا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الحديث بشكل مباشر عن رسول الله فماذا يقول باقر العلوم قال يظهره الله عز وجل فالرجعة لأن رسول الله ستتجلى رسالته متى في الدولة المحمدية العظمى ومن هنا يا شيعة حينما تعتقدون أن نبوة نبينا فقط في تلك المرحلة إنكم لا تؤمنون بنبوته صلى الله عليه وآله وفقا لما يريده الكتاب وتريده العترة إنكم تؤمنون بنبوته وفقا لما تريده السقيفة وهذا هو الذي يريده مراجع الشيعة أما الذي يريده آل محمد هو هذا هذا منطق آل محمد والذي عندكم هو منطق المرجعية الشيعية التي أسست تشيعا جديدا التشيع لمحمد وآل محمد هو هذا هذه مصادر التشيع لمحمد وآل محمد قرآنهم يفسر بحديثهم وحديثهم يفهم بقواعد الفهم منهم من داخل حديثهم هذا هو معنى كلامكم نور كلامكم نور يكشف عن نفسه بنفسه ويكشف للآخرين الفهم ما هو النور هكذا يكشف عن نفسه ويكشف عن الأشياء فحينما نقول كلامكم نور هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة التي هي قول بليغ كامل فكل العبائر لابد أن نفهمها بدقة لأن الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل ونحن نخاطبهم كلامكم نور النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره فكلامهم فكلامهم لا يحتاج إلى زبالة نأتي بها من النواصب كي نفهم كلامهم المشكلة أن مراجع الشيعة بما فيهم الأحياء الآن سيد البروجردي وحتى سيد السيستاني يقولون من أن فهم حديث العترة يتوقف على فهم حديث المخالف ويصرحون يصرح السيد البروجردي بأن حديث أهل البيت بمثابة الحاشية على حديث المخالف هذه متبنيات السيد البروجردي ويتبناها أيضا السيد السيستاني وقد قرأت ذلك من كتبهم ومما كتبه تلامذتهم عنهم وتلك هي قضايا معروفة في الجو الحوزوي والقضية ليست واقفة عند هذين العلمين الذين أشرت إليهما هذا الأمر منتشر جدا بين مراجع الشيعة كلامكم نور هو كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره كاشف عن غيره من المراد فهو يكشف الحق من الباطل في أي كلام آخر ويكشف العلم من الجهل في أي منطق آخر ويبين الحكمة من السفاهة في أي مسلك وفي أي اتجاه ويكشف ما يكشف لعقولنا ينير عقولنا كلامهم نور ينير نفسه بنفسه وينير الطريق لعقولنا ويكشف عن أسراره وحقائقه بنفسه ويكشف عن العلم والجهل وعن الحق والباطل وعن الحكمة والسفاهة في كل الاتجاهات الأخرى هذا هو المراد كلامكم نور فمن استغنى بهذا المنطق والله يستغني عن الجميع وأنا أحدثكم عن تجربة قد تعتبرونها ناجحة فاشلة أبراحتكم لكنني حينما أكون في رياض قرآنهم وحديثهم لا أحتاج إلى أي ترهات لا من ترهات النواصبي ولا من ترهات مراجع الشيعة حقائق العلم وحقائق المعرفة وحقائق الحكمة هي في هذا القرآن المفسري بتفسير علي وفي حديث علي وآل علي المفهوم بقواعد الفهم من علي وآل علي وهذا مصداق واضح إمامنا الباقر يقول يظهره الله عز وجل يظهر دين محمد على الدين كله يظهره في الرجعة ليظهره على الدين كله إنه زمان القائم الذي يمتد إلى زمان الرجعة العظيمة ليظهره على الدين كله حتى على دين الحيوانات تستغربون ذلك؟ أنا أقرأ عليكم من الكتاب الكريم وهذه سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم لها دينها وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وسيحشرون في يوم القيامة وهذا المعنى واضح جدا في كلمات النبي الأعظم وأحاديث العترة الطاثرة وفي أحاديثهم التفسيرية الشريفة أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع إنما أردت أن أشير إشارة مقتضبة كي تكتمل الصورة عن معنى سعة بعثة نبينا ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله لكما تعتقدون أنتم هذا الاعتقاد الفاسد الذي أخذتموه عن مراجع الشيعة وهم أخذوه عن السقيفة ولم يعملوا ببيعة الغدير فظلوا محبوسين في عصر التنزيل من دون أن ينفذوا عهود بيعة الغدير في الدخول في مرحلة التأويل حيث أن التأويل نسخ التنزيل ودخلنا في مرحلة جديدة في فهم جديد في عقائد جديدة في فقه جديد وفي كل شيء جديد وحين يتكامل التأويل سيأتينا إمام زماننا بأي شيء بكتاب جديد وبالمثال المستأنف المثال المستأنف الدستور القانون القانون الجديد إنه دين جديد لم تصرح الروايات بدين جديد بهذه الكلمة ولكنها صرحت بكتاب جديد وصرحت بمثال مستأنف يمكننا أن نقول إنه دين جديد ما هو بجديد في أصل الدين إنها مراحل التأويل ما لم يكن قد ظهر من الدين فإن الإمام يظهره ويتسامى هذا الإظهار حتى تكتمل بعثة نبينا حتى تكتمل دائرة نبوته العظمى في عصر الدولة المحمدية العظمى يا أشياء علي هذه عقائدكم الحق والله هذه عقائدكم الحق لا هذا الكلام كلامي ولا هذه استنتاجات هذا قرآن محمد وآل محمد وهذه أحاديثهم ورواياتهم مثلما أعطيتكم ضمانا من أنني لن أخرجكم وحق الزهراء قطعا بحدود قدرتي لن أخرجكم من دائرة الكتاب والأترة لكنني لا أعطي ضمانا على فهمي فهمي هذا هو لي أنتم دققوا النظر فيما أقول أنتم عندكم عقول إنني أريد أن أثير دفائن عقولكم أريد أن أزيح أن أكنس هذا الركام القذر من الفكر الناصبي ومن فكر مراجعنا الذي جاءونا به من زبالة النواصب وتركوا جواهر فكري محمد وآل محمد وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم الأمة لها رئيس لها مرؤوس لها عقيدة لها لغة لها نظام أمم أمثالكم أمم لا يقال لمجموعة لا تمتلك لغة لا تمتلك وسيلة للتفاهم ليس لها من نظام وأعراف قطعا كل بحسبه لا يقال لها أمة لأننا إذا أردنا أن نبحث عن تعريف الأمة في القرآن فإن الأمة تعني ما أشرت إليه ولو بنحو إجمالي لو كنت أملك قصطا من الوقت لتتبعت لكم كلمة أم وأمم في الكتاب الكريم ولتضحت الفكرة التي أشرت إليها ومن خلال الرجوع إلى أحاديثهم إلى أحاديث العترة الطاهرة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وإذا الوحوش حشرت سورة التكوير إذا الشمس كورت إلى أن تقول السورة وإذا الوحوش حشرت وفي الآية الحادية والأربعين من سورة النور قطعا بعد البسملة ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه أتعلمون في رواياتنا من أن الطيور في صلاتها تذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب سأورد لكم الروايات في الحلقات القادمة ما أنا قلت لكم سابقا حتى الدجاج والديوشة صلاتهم أفضل من صلاتكم الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية تحدثنا من أن الديكة ومن أن الدجاج ولكم حتى لبشوش والأخضار يذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب في صلاته ماذا أقول لكم الآية الحادية والأربعون بعد البسملة من سورة النور ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله صلاة والتسبيح وأمم ومحشار ما هذه كائنات لها دينها ولذلك دين محمد سيظهره الله على الدين كله ماذا تحدثنا الروايات من أن طبائع الحيوانات ستتغير من أن الصبيان يعبثون بالأفاعي وهي تلعب معهم يلعبون بالأفاعي وليس من ضرر وليس من سموم وليس وليس ومن أن الأغنام ترعى مع الذئاب مع الأسود في نفس الحقول الحيوانات المفترسة ستتحول إلى حيوانات تأكل الأعشاب والحشائش وبالمناسبة هذه المعاني موجودة عند اليهود وعند النصارى وفي رواياتنا أيضا ذلك هو العصر السعيد كما يسميها النصارى إنها الألفية السعيدة الزمن السعيد ذلك هو الزمن السعيد عند اليهود وعند النصارى إنها دولة محمد صلى الله عليه وآله التي تبدأ طلائعها على يد قائمه الأغر إنه الحجة ابن الحسن من هنا تبدأ طلائع رسالة محمد صلى الله عليه وآله في وجهها الأكمل حينما يأتي تأويلها يوم يأتي تأويله إنه القائم إنها الرجعة العظيمة قرآننا مليء بالأمثال وقد حثنا نبينا وإمتنا على أن نتعلم وأن ندرس الأمثال وأن ندرس العبرة والقصص الذي ورد فيه هناك صورة عملية مصغرة لدولة القائمة التي تمتد إلى الدولة المحمدية العظمى التخط جانبا من هذه الصورة المصغرة ولضيق الوقت سأقرأ عليكم الآيات وأعتقد أن مضامينها في الأعم الأغلب معروفة لديكم في سورة الأنبياء في الآية التاسعة والسبعين وما بعدها وَسَخَّرْنَا وَسَخَّرْنَا مع داوود الجبال يُسَبِّحْنَا وَطَيْرْ دولة داوود وسليمان إنها صورة مصغرة من حكم النبيين يُقَرْنَا يُقَرِّبُ لنا الفكرة عن دولة القائم التي تمتد إلى دولة المصطفى إنها الدولة العظمى وَسَخَّرْنَا مع داوود الجبال يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرْ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ في هذه الليالي في ليالي القدر من أدعية ليالي القدر يَا مُلَيِّنَ الحديد لداوود وَسَخَّرْنَا مع داوود الجبال تسخير الجبال الجبال خاضعة لحكم داوود وَسَخَّرْنَا مع داوود الجبال يُسَبِّحْن وَالطَّيْرْ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ هذه مقدمات للدولة السليمانية التي ستكون متسعة بالقياس بالقياس للدولة الداودية ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها والحديث في الروايات عن بساط الريح العجيب والعجيب جدا بساط ينتقل في الهواء بسرعة فائقة ويحمل ما يحمل من الجيوش والقوات التفصيل مذكور في الروايات لا أجد مجانا للحديث عنه ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين حكم نافذ في جميع الاتجاهات ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الآيات كثيرة التي تناولت هذا الموضوع لكنني لا أجد مجالا إلا أن أتناول جانبا منها من دون أن أغل في تفسيرها وشرحها في سورة النمل ومن الآية السادسة بعد العاشرة وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الطير الحيوانات الجن الإنس وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة إنها من رعاية سليمان قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ماذا تسلمون على أبو الفضل العباس إنه العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة وللحسن والحسين وهو الذي يغبطه جميع الشهداء من الأولين والآخرين وهذا العنوان ينطبق حتى على النبيين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطيرة سليمان هذه رعيته وهؤلاء جنوده ممرت الآيات قبل قليل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ها هم جنوده ولابد أن يكون لهم دين ولابد أن تكون هناك قوانين قطعا كل بحسبه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه هناك قوانين هناك أحكام هناك ديانة كل بحسبه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث فمكث غير بعيد فقال أحطت من الذي يقول الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان ولذا قلت هي صورة مصغرة لأننا حين نتحدث عن محمد وآل محمد وذل كل شيء لكم فكيف يذل كل شيء لهم وهم لم يحيطوا علما به لا يمكن ذلك لذلك هذه صورة مصغرة عن الدولة السليمانية من خلالها نستطيع أن نتصور صورة قد تقرب الحقيقة وقد تبعدها هذا مثال الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه ولكن ماذا نصنع إنها وسائل الإضاح المتوفرة بين أيدينا فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجد لله أن لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فسليمان إلى هذه اللحظة ما هو بعالم بالأمر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون القصة فيها تفاصيل وفيها حكاية طويلة إلى أن تقول سورة النمل في الآية الثامنة والثلاثين وما بعدها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين هؤلاء قطعا غرفة العمليات الخاصة جهاز المخابرات هذا هو الجهاز السري لسليمان إنه يريد أن يجلب عرش بالقيس قبل أن تصل إلى فلسطين ويريد أن يبهرها وأن يباغتها بعرشها فلا بد أن يكون الأمر سريا جدا فهو يتحدث مع المجموعة السرية من أصحابه قال يا أيها الملأ الملأ هم القادة هم الرؤوس قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن إنه أحد أعضاء المجموعة السرية قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفق إلى بقية ما جاء في الآيات الكريمة واضح نحن نتحدث عن قيادة سرية هنا فيها العفاريت وفيها الأوصياء ونتحدث عن جيش فيه الطيور وعن قوة الاستطلاع ومثال من أمثلتها الهدهد من الطيور ونتحدث عن الجن والإنس ونتحدث عن بقية التفاصيل ومع ذلك فإن الهدهد يقول لسليمان أحط بما لم تحط به أحط هو الهدهد بما لم تحط يا سليمان به الصورة تقرب من وجه تبعد من وجه آخر وقت البرنامج انتهى